أهم حاجة أنا أتخيل أهم حاجة في مصر النهاردة السياسة التعليمية عشرين 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 تلاتين عشرين خمسين إيه المنتج اللي أنا عايز أشوفه سنة عشرين عشرين أنا عايز أشوف شرطي في الشارع متعلم متعلم حقوق الإنسان متعلم فتنس يعني رياضية متعلم مواد شرطية يقدر يتعامل مع المستجدات بتاعة الإرهاب اللي موجودة في كل مكان بغير الطريقة التقليدية اللي بنشوف عليها عسكرة الأمن المركزي يبقى ده محور تعليم أنا عايز الناس تتعلم إزاي تعالج نفسها إزاي ما يسيبش ابنه يلعب في الترع إزاي ما يسيبش ابنه يجراله كذا إزاي ما ياخدش حاجة تنقل له فيروس C متخيل أن ملف التعليم هو أهم حاجة الأول إذا وضعنا سياسة واضحة للتعليم في مصر وبدأنا نطلع منها من هذه السياسة الواضحة بمجموعة مشروعات تطبيقية على الأرض أبتدي أخذ منها واحدة أعمل منه قصة نجاح سريعة يبقى أنا كده ماشي في سكة الصح أنا مش مختلف على الأهداف العامة الأهداف العامة رائعة إحنا عايزين نحقق الأمن على الأرض طب إحنا عايزين نحقق الأمن على الأرض وبعدين وكل يوم الكمين اللي في الحتة الفرنية بيتضرب زي خط الغاز اللي كان كل يوم بيتضرب فهنا يبقى فيه لابد من سياسة إيه سياستنا في الحاجة الفرنية إحنا بنتكلم طول النهار على دعم الطاقة وتهريب الوقود وسرقة التاريخ الكهرابي إحنا محتاجين يبقى لنا سياسة معينة للطاقة في مصر هل الطاقة في مصر للاستهلاك والحرق ولا هي سياسة للصناعات التحولية وزيادة القيمة المضافة لازم يبقى فيه لنا سياسة للطاقة بس إحنا شوفنا فندم تجربة لأزمات تم علاجها أزمة الكهرباء كانت واحدة من هذه الأزمات وكانت بتوتير يعني مخوط بالأخرى المحيين إحنا عالجنا أزمة صحيح لكن أنا بتكلم على سياسة الطاقة أنا النهاردة عالجت الأزمة بإيه أنا عالجت الأزمة بإن أنا كان في عندي محطات كهرباء قديمة وكان في عندي عدد قليل من محطات الكهرباء فروحت جايب مدخل 30 محطة جديدة السنة اللي فاتت هذه المحطات بتستهلك وقود مش ما بتستهلكش لكن أنا ما حطيتش سياسة لغاية النهاردة إن أنا مستهدف إن أنا أخفض أخفض استهلاكي من الكهرباء اللي رايحة للحريق بنسبة 10% السنة دي و10% السنة اللي بعدها و15% السنة اللي بعدها ما حطيتش سياسة لغاية دلوقتي أو يمكن حطيت رؤية بس ما بدتش أنفزها إن أنا عايز أغير مزيج الطاقة في مصر نهاردة الكهرباء بتعتمد على الوقود البترولي بنسبة 92% ده في منتهى الخطورة من ناحية الأمن القوم لأنه لما بتدى يحصل تباطق في معدلات نمو الأبار البترولية ومعدلات ضغط الغاز ومعدلات ضغط البترول بتدى يحصل إيه؟ بتدى يحصل إن حضرتك بتستوردي تلت استهلاكك من المنتجات البترولية شاملا استهلاك الكهرباء من الخارج التلت ده بيضغط عليكي ضغطا شديدا ضغطا شديدا أكتر من 12 مليار دولار في السنة لهذا الجزء اللي انت بتستورديه طب مع استمرار الزيادة احنا بنتكلم من هنا لـ 2030 احنا بنتوقع إن استهلاك الكهرباء في مصر يطلع من 25 جيجا أو 30 جيجا اللي هو الحالي لمدة جيجا يعني احنا بنتكلم في 70 جيجا زيادة 70 جيجا دول سياستنا في التعمل معهم إيه؟ هل هنستمر في استيراد محطات كهرباء تعمل بالوقود الحراري؟ ولا هنغير هنخش على الفحم النظيف؟ بقالنا كم سنة بنتكلم في قصة الفحم النظيف؟ كثيرا هل هنستمر سيبين الكوباية اللي بتخر بتخر طول النهار نزيف؟ اللي هو عبارة عن إيه؟ كشفات الكهرباء اللي شغالة دي في الشوارع وفي البيوت هذه هي مصدر لاستنسافة الطاقة لأن فيها مشكلتين الحاجة الأولينية هي بتسحب كهرباء عالية جدا الحاجة التانية بتشعع حرارة تأثر على استهلاك التكييف فلابد هنا تكون سياستنا إن احنا عايزين نخفض استهلاك الإضاءة واستهلاك الوقود اللي رايح في الحريق احنا النهار ده ما زلنا بنستورد العربيات العادية كل دول أوروبا ودول العالم باتت تشتغل على العربيات الكهرباء لأن العربية الكهرباء استهلاكها من الوقود واحد على ربعين من استهلاك العربية العادية نهيك عن الأثار البيئية الإيجابية نهيك عن الأثار اللوجستية في إن محطات البنزين بتتملأ وبتتزحم ده ما أعنيه بإن احنا محتاجين نحط السياسات ونشتغل على هذه السياسات بعد كده أعتقد أن احنا هيبقى منستهل جدا لو حطينا هذه المجموعة من السياسات نبتدي بقى نعمل المجموعات اللي أنا كنت لسه بقسمها دلوقتي بهذا المنظر أجي أقول إيه؟ والله مثلا أنا عندي السياحة والطيران المدني والأثار ده قطاع جامد جدا في الدولة أنا محتاج أركز عليه كنت أتخيل وكنت أتمنى إن احنا نجيب مثلا أحسن واحد من السادة التلاتة وزر اللي كانوا موجودين ومسكهم التلات قطاعات دول مع بعض دمج تلات وزرات؟ ها؟ دمج تلات وزرات ليه؟ أنا عاوز أحقق أقصى دراء في علم الإدارة لو زاد الإسبانو في كنترول عن عشر تنفار تحتيك بقت في مشكل أنا النهاردة في عندي كام وزير؟ 35-36 النهاردة رعي حضرة كيف إن في وزارة جديدة كمان نهاردة طلعنا وزارة جديدة فبقنا 36 أعتقد إن إحنا 36 36 وزارة دمنا الصعب جدا إن أنت تقعد الناس وتتكلم معهم وتسمع وجهة نظرهم ونتفق على رأي ونطلع به والدليل على هذا إيه؟ أن أنا نجد أنه هناك مثلا إيه؟ ما يسمى بتوقيع بروتوكولات تعاون ما بين وزارة كذا وزارة كذا هذا لا يجوز لا يجوز مطلقا إن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتين في نفس الحكومة إن الدور الأساسي والشغل الشاغل إنك تتعاون مش إن إحنا نعمل حاجة إيكسيفشنال إن أنا بمضي بروتوكول تعاون فكنت أتخيل أن هناك دمج لمجموعة أشياء بهذا المنظر التعليم التعليم العالي البحث العلمي أتخيل إن أفضل واحد من الثلاثة اللي موجودين ياخد القصة دي على بعضها عشان نتكلم في سياسة التعليم المجموعة الاقتصادية كنت أتخيل برضو أن تنشأ وزارة اسمها وزارة الاقتصاد يدخل تحتها الاستثمار ويدخل تحتها التخطيط المالي وهو وزارة التخطيط ويدخل تحتها المالية وزارة يبقى اسمها وزارة الاقتصاد هذه الوزارة تبتدي تشتغل على الاقتصاد المصري أحياناً بنعلن النهاردة أن معدلات النمو في مصر أفضل من مثيلتها في أمريكا لأن احنا مستهدفين 2.5 وأمريكا 4.5 بس لما أجي أبص على الناتج القومي للشخص ألاقيي 58 ألف دولار وأنا 3000 دولار فلازم أعرف ليه معدلات النمو قلت لأن الناس بدأت توصل لنهاية الكرة بس دي مشكلة قديمة يعني أن معدلات النمو يعني دايما ما كانتش معبرة عن حال المواطن هل يجوز أن في دول تبتدي معايا وفي دول في أفريقيا زي بتسوانا تسبقني هل يجوز أن فيتنام تبتدي معايا هل يجوز أن كوريا اللي كانوا بيجوا يتفرجوا علينا في الستينات يسبقونا بهذه الأرقام إلى هذا الحد يبقى احنا أكيد في عندنا حاجة ما هياش الأشخاص أكيد ما هياش الأشخاص لأن الأشخاص دول لما بيتحطوا في حتة تانية بيثبتوا نجاح على المستوى الفردي يبقى نظام العمل نفسه وده اللي احنا بنلف وندور حواليه أن نظام العمل نفسه محتاج إعادة نظر أتخيل أنه علشان نعيد النظر في نظام العمل ونقدر نساعد وندفع بجد أتخيل أن احنا محتاجين مركزين ينشأوا في مصر المركز الأول هو مركز السياسات والتخطيط هذا المركز يتم تشكيله بقرار من السيد رئيس الجمهورية ويكون المركز ده تابع للقاسة الجمهورية مباشرة قوامه من خمسين إلى ستين عالم من العلماء المصريين الموجودين بالداخل والخارج والمشهود لهم بالكفاءة في تخصصهم الفني المركز ده بعد تشكيله يجتمع لمدة ثلاثة يام عشان يعمل لنفسه هيكل وطريقة شغل ثم يجتمع ثلاثة شهور علشان يطلع لنا ما يسمى بخطة اللي هي بنسميها قصيرة المدى احنا هنعمل ايه من هنا لعشرين عشرين هنعمل ايه في سياسة التعليم هنعمل ايه في سياسة الكهرباء هنعمل ايه في سياسة الطاقة سياسة المياه سياسة تنمية سيناء سياسة الاصلاع الزراعي يجتمع المركز ده السادة المتخصصين في كل برانش في كل فرع من فرعياته مع نزراءهم اللي موجودين سواء وزير او مجموعة وزارية ليه؟ لانه الجماعة العلماء احيانا بتبقى تصوراتهم غير قبلة للطبيق على ارض الواقع فاحنا مش عايزين ننفصل فعشان كده بنقول الجماعة الوزراء او المجموعة الوزارية المختصة تبقى مشاركة في اجتماعات المركز ليه؟ علشان لما نحط سياسة في الآخر يبقى السياسة دي تمتفق عليها عشان ما يجيش بعد كده حد من السادر ويمكن تنفيذها وقابلة للتنفيذ ناخد هذه السياسة يقدمها مجلس الوزارة من خلال السادر رئيس الجمهورية للبرلمان تعتمد يبقى هي دي سياسة مصر تبقى هي دي سياسة مصر في الفرع الفلاني بتاعت 2020 بتاعت 2030 بتاعت 2050 اتغير الوزير بتشيادة الحكومة ترحولها جعلة دي سياسة سابتة معتمدة من برلمان اللي هو بيدي القص دي والمركز التاني يا سيادة الوزير المركز التاني هو قافة الشغل بقى في كل حتة في العالم مش انك تخطط انك تنفذ مش انك تنفذ انك تتابع التنفيذ دي قافة الشغل الحقيقي تبتعمل تخطيط جيد جدا ممكن التنفيذ يبقى نص نص ممكن يبقى جيد ممكن يبقى وحش بس متابعة التنفيذ هي دي اللي في متابعة قطوة اللي تحسنهم وعشان كده بنقول المركز التاني ده مركز مدابعة التنفيذ مركز متابعة التنفيذ هتخيل انه مركز متابعة التنفيذ ده هيجي يعمل ايه المركز ده تابع ايضا رئاسة الجمهورية لكن السلطة التنفيذية متأسمة ما بين الرئيس وما بين رئيس الوزر بنسبة كل ما يتعلق بالسياسات الخارجية وخلافه ده مع رئيس الجمهورية كل ما يتعلق بالسياسات الداخلية موجود مع السيد رئيس الوزر طيب يبقى احنا هنا في التنفيذ احنا عايزين مركز لكن في النهاية الرئيس مسؤول عن التنفيذ كل شيء لانه هو رأس السلطة التنفيذ زيه فاحنا عايزين مركز لمتابعة التنفيذ هيعمل ايه المركز مركز يتشكل بنفس المنظر بس بقى مش 50-60 لا احنا بنتكلم هنا نحطينا 10-12 سياسة فيبقى احنا بنتكلم على 10-12 خبير لا يمنع الامر ان يكونوا وزراء سابقين وعلى فكرة المركز اللي فات والمركز اللي باتكلم عليه كل اللي اشتغلوا فيه اشتغلوا فيه بدون اكتر عشان خاطر ما تبقاش القصة ما تخل سبوبة لأي حد او ان حد يتهم ان هو داخل بيشتغل في الحاجات دي عشان ناس له يعاني مش لها شغل ولا هي حاجة بتجيب له ارادة ما احنا عايزين الناس اللي بيحب البلد بقى وعايز يساعدها يجي يخش معنا بفكره شكل التطوع يعني اه والقصة الحقيقة مش تطوعي مش تطوعي قوي لان لو حضرتك جيت بصيتي لو حصل حاجة في الدولة ما هتيجي علينا كلين فكل واحد بيدرق الخطر يعتبر انه ده واجب نفسه هو مش يعتبر هو فعلا واجب هو الخبر اللي احنا بنتكلم عليهم دول وبقوا مشهورين في العالم اتربوا فين يم تربوا هنا في مصر وتعلموا هنا في مصر ويوم ما طلعوا ومازالوا لغاية النهاردة مصريين طبعا خبر اللي احنا بنتكلم عليهم في التنفيذ والمتابعة ما هم مصريين وتعلموا هنا في مصر ووصلوا لأرقى المناصب وأعلى المناصب نعايزين ناس خبيرة ومشهود لها بحسن الأداء في هذا المقام هتبتدي الناس دي تعمل ايه تبتدي الناس دي تعمل خطط متابعة لكل سياسة تكلمنا عليه وبتقدم تقرير أسبوعي للسيد رئيس الجمهورية وللسيد رئيس الوزراء ايه اللي تم خلال الأسبوع اللي فات في السياسة الفلانية بس احنا هنا لما نيجي نتكلم على السياسة هنلاقي ان فيه تحت السياسة فيه مشروعات رئيسية ثم مشروعات فرعية فده معناه ايه ان هيبقى فيه عندك تقرير بنفس المنظر من المشروع الفرعي طلع للمشروع الرئيسي ثم المشروع الرئيسي طلع للسياسة فاللي بيقدم على المستوى التنفيذي للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية عمل متكامل هو تقرير المتابعة المختصر جدا والمركز جدا والمفيد جدا اللي بيقول في الحاجة الفلانية حصل كذا 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 الأسبوع اللي فات الحاجات اللي احنا شغالين فيها الأسبوع ده كذا الحاجات اللي هتبتدي نشتغل فيها الأسبوع اللي جاي كذا معوقات التنفيذ عندنا كذا ليه بنقول كده بقى عشان ما فيش حاجة تستنى عندنا زيادة عن أسبوع مش نقعد بعد سنة نلاقي ان الطريق اللي كان هيتفتح في شهر 8 السنة اللي فاتت جاز ما تفتحش في شهر 8 السنة اللي جاي لا نبقى عارفين ان سياسة سياسة التواصل وتحقيق السيولة المرورية وكذا 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 داخل جواها 3200 كيلو متر مثلا على مستوى الجمهورية بينفذ منهم على الطرق الصحراوية والطرق المفتوحة كذا في المية بينفذ منهم داخل المحافظات كذا في المية يبقى لما ييجي الموقف قدامي ان في حاجة هنا مؤسرة في الحاجة الفلانية بيحس ان ده مش يخلف يبقى انا كده مستنيتش اسبوع اروح جاي بالسادة الوزراء المختصين تعالوا جماعة عدوا ايه اللي بيجرى القصة دي وقفة ليه نجد انه في حاجات وقفة مثلا انا قريت النهاردة في في احد الصحف الصبح احد السادة الوزراء مش هيسلم حاجة معينة نظرا لانه ما عندهش اعتماد مالي القصة دي تتحلل ازاي في اجتماع كبير زي كده اما برئاسة السادة الرئيس الوزراء او برئاسة السادة الرئيس الجمهورية يعني اما فيش اعتماد مالي ده مش مدرك في الخطة والموازنة اه يبقى احنا محتاجين نعمله ادراك سريع ويعتمن يبقى احنا حلينا القصة في اسبوع ثم يأتي هذا المركز ليرفع تقريرا شهريا سريا للسيد الرئيس على تقييم اداء السادة التنفيذيين بحيث ان احنا ما نقعدش نستنى على حد ست شهور او تمن شهور ونطلع في الاخر بان الملف بتاعه ما حققش النتيجة المرجوة منه كده عملنا مركزين يعني الحل في المركزين دول من وجهة نظرك اتخيل كده عملنا المركزين عايزين نطلع منهم بقى بقصص نحطها قصص نجاح سريع على الارض